بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد امتازت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بمكانتها الفقهية لأنها حفظت الحديث والقرآن الكريم وفقهت ما فيهما من معاني ومن أحكام فجمعت رضي الله عنها بين الحفظ وبين الفهم إذ قرابة ربع الأحكام الشرعية منقول عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وحتى أنه جزم الإمام الزهري بأنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق وذكر برضو الإمام ابن حزب أن الفتاوى الخاصة بأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن أنها تجمع فيه صفر ضخمة أو تجمع يعني فيه كتاب كبير من كثرة علمها رضي الله تعالى عنها وفاضت كتب العلماء الكرام المشهود ليهم بالمكانة وبالفضل في العلم بكثرة الحديث عن مكانة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها العلمية واللي بتعكس لينا إمامة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيما ورثته من العلم النبوي الشريف الحقيقة أن هي كانت من القلة القليلة اللي حضيت بهذا المركز العلمي المرموق حتى أنه كان بيأتي لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان بيجيلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن عويص العلم المشاكل العلمية اللي كانت بتقف معاهم أو أي نوع من أنواع الاختلاف يعني يكون بين الصحابة حول قضية أو مسألة من المسائل العلمية فتجيبهم رضي الله تعالى عنها جوابا شافيا كافيا مشبعا لهم وشهد لها بهذا أبو موسى الأشهري رضي الله تعالى عنه وبيقول ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر يعني أي مسألة أي أمر لا نستطيع أن نصل فيه إلى يعني ابت المسألة أو إلى قرار واضح فيها أو حل لهذه المسألة العلمية فبيقول فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علمة يروحوا يلاقوا حل المشكلة عند أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعشان كده أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها استقلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام استقلت وتفردت بالفتوى مدة طويلة مدة خلافة سيدنا أبي بكر والد أمنا سيدة عائشة وكذلك مدة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما هي استقلت بالفتوى وانفردت بها هذه المدة إنها إلى الغيط لما هي توفيت رضي الله تعالى عنها وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يرجعون إلى أم المؤمنين السيدة عائشة في مثلا في علم زي علم الفرائض اللي هو علم المواريث وده علم شديد وبيحكي لنا واحد من تلامدة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهو أيضا من رواة الحديث الكبار وكان من مريدي السيدة عائشة الملازمين لها في طلب العلم وهو التابعي الكبير مصروق اسمه كده مصروق لإنه قيل إنه وهو صغير صرق إلى أن عاد في أطلق عليه مصروق هو بيذكر إنه لما قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض يعني كانت تجيد هذا العلم فهمه وبالتالي تعنيمه فهو بيقول مصروق وكان من كبار تلامزتها ومن كبار اللي كانوا بياخدوا العلم عنها بيقول والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابرة يسألونها عن الفرائض يعني كانوا بيرجعوا الأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ويسألوها في علم الموريث والمسائل الخاصة بهذا الباب الشديد وكانت أمنا الحقيقة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مش بس في باب أو فن واحد من فنون العلوم كرواية الحديث وتفسير القرآن الكريم وفقط لا استنى كانت موسوعية في علمه لها في كل فن من العلوم فهم وحفظ هي كانت يقضة جدا لكل فائدة لكل علم طلب العلم تجدها على طول في كل فن من فنون العلوم تجد لها فهم وحفظ وعندها كمان قدر على التحقيق والإيجادة في الفهم والحفظ كان لديها علم بالطب ولديها علم بالشاعر ولديها علم بأخبار العرب وأحاديث العرب وأنساب العرب ودي كلها علوم يعني سئيلة حتى إنه ابن أخت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عروة ابن الزبير ابن ستين أسماء يعني السيدة عائشة تبقى خالته بيقول لقد صحبته عائشة اللي هي خالته خالت عروة لقد صحبته عائشة فما رأيته أحدا قط كان أعلم بآية نزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له يعني أدق في الحمل حمل الرواية حمل المعنى الحفظ والنقل يعني هي عرفة نزول الآيات زي ما قلنا قبل كده مكانها كان إمتى والساعة كان إمتى والوقت كان إمتى وكمان عندها دقة في فهم وتلقي السنن من النبي عيسى والسلام وكذلك في الشعر والأدب العربي وبيقول كمان ما شفتش حد أحفظ منها وأدق منها ولا أروى له كذلك وكمان بيقول ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا وكذا وقعد يعدد حتى مما عدده ومعرفتها الدقيقة بالقضاء كانت قاضية كذلك ولا طب منها هو بيكلم بيوصف خالته وأستاذته برضو في نفس الوقت لأنه تلقى عنها الكثير وكان ممن روى عن خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فيعني بيوصف قد إيه هي موسوعية في العلوم والمعارف العديدة اللي كانت بتتلقاها بحرص بحفظ وفهم فهو استعجب بقى وبعدين رح قال لها إيه يا خالة الطب من أين تعلمتيه طب ماشي أنساب العرب وعلوم العرب وأخبار العرب ونزول القرآن ورواية الحديث وهكذا لكه هو استوقفته المسألة ده بيقول لها الطب من أين تعلمتيه فقالت كنت أمرض لما كنت بعية فينعت لي الشيء يوصفوا لي الوصفة الدوائية اللي تعالج بيه أو يمرض المريض فينعت له المريض بقى سواء كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو حد من أهل البيض فيوصفوا له الدولية داوى وأسمعوا الناس ينعتوا بعضهم لبعض يعني الناس بتوصف لبعضها الأدوية فأحفظه خلي بالك من الكلمة دي هذا الصفاء الزهني الشديد والقوة والقدر على الحفظ مش الحفظ اللي مش معاه فكر لا رضي الله عن أمنا السيدة عائشة تجمعوا رضي الله عنها بين الحفظ والتمكن فيه والصفاء الزهني الشديد وفي نفس الوقت الفهم فشوفوا هي بتحكي عن إذا هي تلقت فنون الطب حتى جادت فيه صفاء دهني إقبال على طلب العلم وعلى قدر الاستعداد يكون الإمداد وده كان برضو من التجهيز لحمل هذه العلوم واحدة من كبار أمهات المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من كبار بنعني بذلك قوة وشدت وكثرت محفظة من الحديث النبو الشريف وإزاي روت ده وحمل ده ونقلته عبر وعلمته عبر طبقات كثيرة من الصحابة والتابعين كما سنرى امتازت كذلك أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها كتفصيحة اللسان وعندها بلاغة في المقال بتاعها إذا تكلمت ببلاغة وإذا خطبت ملكت على الناس مسامعهم وإذا تكلمت أخذت بمجامع قلوبهم يعني ده من فصاحة لسانها وشدة بيانها وجمال خطابها فعن الأحنف بن قيس قال سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والخلفاء كده كلهم لغاية وقت ده فبيقول فما سمعت الكلامة بيقول فما سمعت الكلامة من مخلوق أفخم ولا أحسن من في عائشة يعني كانت خطيبة هو عايز يوريك مدى القوة فصحتها وبديع الخطب بتاعتها وجميل البيان والشرح والوضوح تربت في بيت النبوة الشريف رضي الله تعالى عنها كما كان لأمنا سيدة عائشة دور في حياة المسلمين في مختلف المجالات يعني مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل شيء يعني هي ما كانتش بمنأة ما كانتش بعيدة عن الأحداث الكتيرة اللي مرت بيئ المسلمين خلال حياتها اللي تقريبا اقتربت من السبعين وكانت ليها مواقف مشهورة جدا وآثار يعني معروفة في الأحداث السياسية والاجتماعية اللي مرت بالمسلمين بالذات بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسجلت كثير يعني أو سجل لنا التاريخ كثير من الأحداث اللي هي تركت فيها أمنا سيدة عائشة علامات بارزة قوية ده بنقوله عشان نأكد على قضية حفظ السنة وده تجهيز الله سبحانه وتعالى لأم المؤمنين السيدة عائشة اللي كانت بتتلقى الآيات من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فور نزولها واللي كانت بتحكي وهي صبية أنها كانت شديدة الحفظ وتعرف مكان نزول الآية ووقت نزولها وهي ستين عائشة رضي الله تعالى عنها فرغت لهذا الدور العلمي العظيم فقد كان لأمنا السيدة عائشة تلامذة كثر من الصحابة والتابعين يعني هي نقلت علم عظيم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قال عنها الإمام الذهبي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه علمها كمان مش نق مبارك فيه لأنه رضي الله عنها جمعت بين الحفظ والفهم كان لها منهك كان لها مدرسة علمية تلقت العلم الشريف على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح عليها في الفه فكانت لها فتاوى وكانت لها تفاسير وكانت لها كثير من المعاني والفهم رضي الله تعالى عنه ولذلك كان يقول الإمام الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل فقد كانت رضي الله تعالى عنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق ومن كده بيظهر لنا بوضوح فضل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية الحديث وإحنا لما بنتكلم على فضلها في رواية الحديث بنأكد على قضية حفظ الله تعالى للسنة مش بس في صحابة رسول الله اللي طلقوها حفظا وفهما لأوا في بيت النبوة الشريف كذلك وأم المؤمنين يعني مثال واضح على ذلك في تلقي الحديث وكذلك في تعليمه لأن أم المؤمنين سيدة عائشة لها تلامذة كثر كما سنرى إن شاء الله تعالى فتجلى لنا يعني أثر السيدة عائشة في رواية الحديث الشريف وإنه دا لا ينحصر في القدر بس اللي هي رويته أم المؤمنين بل كمان بيشمل دقة فهمها وجودة فهمها والتحقيق الشديد اللي كان من سمتها في منهجها العلمي في التلقي والحفظ والفاه وعلمها الواسع الشمولي مما جعلها رضي الله عنها مرجعا مهما في رواية الحديث الشريف وكذلك الفهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليم كثير شكرا شكرا